المفسد إذا كان مفسد أب عائلة أب أسره وهو فاسد ومفسد يأثر على أسرته أقصى تقدير يأثر على أولاده على زوجته ربما على ولديه أو على شقاءه إذا كان رئيس بلدية يأثر على البلدية اللي يسكن فيها إذا كان رئيس دايرة أو كان حتى والي إذا كان يأثر على المنطقة اللي يعيش فيها إذا كان مدير مستشفى إذا كان مدير مدرسة إذا كان عميد جامعة إذا كان مسؤول أمني مخابراتي أثر على الجيهة اللي يشتغل فيها على الناس اللي يتعاملوا معها أما عندما يكون الحاكم عندما يكون رأس وهرم السلطة يتحكم فيها المفسدون والسفهاء والتافهون فإنهم يؤثرون على بلاد بمن فيها وقد يؤثرون أيضا على بلدان أخرى مجاورة لها وقد يؤثرون على هذا الشعب حتى حينما يغادره الشعب الجزائري الملايين من الجزائريين اللي غادروا الجزائر وممشي يعيشوا فيها كاللي من سنوات كاللي من عشرة سنين كاللي من خمسين سنة ما زالوا يتأثرون بمتى يقوم به السفهاء فالجزائر العاصمة ما زالوا يتأثرون يتأثرون لخطوط الجوية البائسة جدا والغالية جدا والمعاملة السيئة جدا وطرق التصرف التي لا معنى لها يتأثرون بالبواخر مثلا يتأثرون في القنصليات يتأثرون في السفرات بالرغم أن البعض لا يسكن في البلاد منذ ربما عشرين، ثلاثين، أربعين سنة بالرغم أن البعض ربما ما دخلش للبلاد منذ عشر، خمسة عشرين سنة إذن الحاكم أي حاكم خاصة عندما يكون في أمثال بلداننا حيث تتركز السلطات كلها في أيدي مجموعة صغيرة هؤلاء تأثيرهم على عشرات الملايين من الناس في الداخل وفي الخارج يؤثرون على النظام التعليمي، على النظام الصحي، على الطرقات، على الإيبارمي، على السجون، على المستشفيات، على كل مكان ولذلك الفرق ما بين فاسد أو مفسد على مستوى محلي أو على مستوى أسرة أو مدرسة أو دائرة مش كما على مستوى بلد بأكملها شفنا على سبيل المثال في الصيف اللي فات مش بعيدة عشر شهر فقط خاصة في شهر جويليا وقوت واحد عشر شهر من الآن كيف مات الآلاف من الجزائريين بدون أدنى مبالغة، الآلاف ماتوا من نقص الأكسجين مش من الكورونا، من نقص الأكسجين كيف احترق المئات من الجزائريين مش من النيران الطبيعية اللي تحدث طبيعيا، تحدث يموتوا عشر، خمسة عشر، عشرين في السنة لكن هذه المرة أعدموا مئات أحرقوا منطقة القبائل تقريبا كلها أغلبية الحرائق اللي صرات في منطقة القبائل وجزء اللي في سكيك دو خنشلة كان بيد وبفعل المخابرات الإرهابية تأثيرهم إذن ما هوش تأثير بسيط ولذلك العصار منين معوجة؟ العكازة منين معوجة؟ من الرأس السمك منين يفسد؟ من الرأس الدول منين تنهار؟ من الرأس إذا سلوح الحاكم الحاكم مثل القلب أو الجسد القلب في جسد إنسان إذا صلح القلب صلح الجسد كله الحاكم نفس الشيء إذا صلح الحاكم يصلح بشكل عام يصلح تصلح البلاد بشكل كامل أو شبه كامل أما إذا فسد الحاكم فلا يصلح شيء حتى الناس اللي هربوا حتى الناس اللي يحبوا يتخبّوا في ديارهم يتخبّوا في المساجد يتخبّوا في قراءهم يتخبّوا يلحقهم الفساد الحكم الظلم الحكم القهر الحكم الحقرة هذه الأيام رهم يوضعوا في كاميرات في جر وقورة جبالية في منطقة القبائل بشكل خاص ولكن أيضا في منطق أخرى يتبعوك والكاميرا يعسوك على الطريقة الصينية الحاكم الفاسد والمفسد ما هوش أي إنسان ولذلك جاء في الحديث الشريف سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى أمير إلى حاكم أمره ونهاه فقتله شخص آه ناض سلميا أمره ونهاه قال هذا منكر هذا حرام هذا لا يجوز هذا مفسد هذا ضرب للناس هذا نهب للناس هذا قهر للناس يجي الحاكم يعدم فهذا مع سيد الشهداء ما هوش مع الشهداء مع سيد الشهداء وضع رسول صلى الله عليه وسلم في نفس المكانة مع سيدنا حمزة سيد الشهداء ومن أيضاً أعظم جهاد كلمة حق في وجه سلطان جارير ما قال لكش سيف ما قال لكش رصاصة ما قال لكش بندقية قال لك كلمة تغيير سلمي بوضوح أنا شخصياً من هذا الحديث أستشف أنه في وضع أين يكون الحاكم من لوننا ومطنتنا يجب أن يكون تغيير لا عنفي تغيير سلمي أعظم جهاد إذن ما هو لب سلاح ولب سيوفة ولب الدبابات ولب وإنما بكلمة حق تقولها في وجه سلطان جائر لأن كلمات الحق هي التي ترعبهم أكثر ربما من لي في السيف أو في درصاص أو في الدبابة بل بالعكس حكام هذا الوقت يفضلون ويحبون ويرغبون ويدفعون من أجل أن تحملنا سلاح لأن السلاح والعنف والأكسيجين انتهى ولذلك الحراك بالرغم من أنه لم ينتصر ولكنه لم ينهزم ولن ينهزم أبدا لأنه فكرة والفكرة الرئيسية انتاعه هو رحيل الحكم العسكري الهدف الرئيسي رحيل الحكم العسكري وقيام دولة دولة العدل والحق والقانون والعمق انتاعه الأسلوب انتاعه هو السلمية لو كان الشعب الجزائري اتخذ في 2019 طريق العنف لو كان مات الحراك في الأسبوع الأولى وكان قتلوا عشرات الألاف واستمروا في الحرب على الإرهاب كما فعلوا في التسعينات ولذلك كلماتكم السلمية صرخاتكم السلمية كتاباتكم السلمية ترعبهم تزعجهم تخلق لهم حالة ارتباك وقلق شديد ترجمة نانسي قنقر